الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع صفحة رقم 12 ومازلنا مع حفظ سورة البقرة أو مع تفسير سورة البقرة حتى نحفظها بفهم إن شاء الله تبارك وتعالى طيب ما المكسود بقوله تبارك وتعالى أميون وما معنى أماني وما معنى فويل وما معنى كسب سيئة وما معنى أحطت به هذه المعاني سنتعرف عليها في ثنايا شرح الآية الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى فلننتبه بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يعني يفعلون كل هذه الجرائم المكسود بمن أسياق الآيات في اليهود في بني إسرائيل وإسرائيل عليه السلام بريء منهم إسرائيل هو يعقوب عليه السلام هو بريء من هؤلاء ولكنهم ينسبون إليه أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يعني أَيَفْعَلُونَ كُلَّ هَذِهِ الْجَرَائِمْ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ جَمِيعا مَا يُخْفُونَهُ وَمَا يُظْهُرُونَهُ سُبْحَانَهُ عَزَّ وَجَلُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظْنُونَ يعني من اليهود جماعة يجهلون الكراءة والكتاب وليعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما عندهم من ذلك من أكاذيب وظنون فاسدة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هو مخالف لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام كالرشوة وغيرها وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون يعني قال بني إسرائيل لن تصيبنا النار في الأخيرة إلا أياما قليلة العدد كلهم أيها الرسول مبتلا دعواهم أعندكم عهد من الله تبارك وتعالى بهذا فإن الله عز وجل لا يخلف عهدا بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والمعنى حكم الله تبارك وتعالى ثابت أن من ارتكب الأثام حتى يعني جرته إلى الكفر والعياذ بالله واستولت عليه ذنوبه في جميع جوانبه وهذا لا يكون إلا في من أشرك بالله تبارك وتعالى فالمشركون والكفار هم الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع يعني هم خالدون فيها أبدا ما فيش خروج من النار هذا في حق الكفرة والمشركين والمنافكين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا موت المنجاة اللهم إنا نسألك الجنة وما اكرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين وكذلك في هذه الآية الكريمة حكم الله تبارك وتعالى الثابت في مقابل هذا أن الذين صدقوا الله تبارك وتعالى أو صدقوا بالله ورسله تصديقا خالصا وعملوا الأعمال يعني المتفقة مع شريعة الله عز وجل التي أوحاها إلى رسله هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولملاء والله تبارك وتعالى وصاحب العطاية فوالمعطي المنان القابد الباصد الوهاب سبحانه عز وجل هو كذلك الشكور سبحانه وتعالى أو من أسمائه يعني أسماء الشكر أن الله تبارك وتعالى والشاكر الشكور النصير سبحانه عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بأن تعبدوا الله عز وجل وحده لشركة وأن تحسنوا للوالدين وللأقربين وللأولاد الذين مات أباؤهم وهم دون بلوغ الحلم والمساكين وأن تقوموا للناس أو تقولوا للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإتاء الزكاة ثم أعرضتم ونقطتم العهد إلا قليلا منكم ثبت عليه وأنتم مستمرون في إعراضكم فنعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك والآن بعد شرح الأيات الكريمة نحفظها بفهم إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ الآيات فلننتبه بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع كلبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واذهابهم أمنا وغممنا يا رب العالمين اللهم اجعله القلوبنا ضياء والأبصرنا جلاء والأسقامنا دواء ورزومنا بمحصة وعن النار مخلصة اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا بالظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشكرين وعند البلاء من الصابرين ربنا إلى من له نحب وأنت الله رب الإله وإلى من نوحد ونسأل وأنت الواحد الأحد الوطر يا من أحاط بكل شيء علما فأنت الأول والآخر الظاهر والباطن يا من له الحمد كله فأنت الحميد الجميل الطيب ننزهك عن كل نقص فأنت السبوح الكدوس السلام المتكبر ونكبرك ونعظمك ونمجدك فأنت الكبير العظم المجيد يا من هو فوق العباد العال وأنت العلي الأعلى المتعال يا من يرانا ويسمعنا وأنت الحي السميع البصير يا من لا يفعل شيئا إلا لحكمه وأنت العالم العليم الخبير الحكيم يا من واسعة رحمته كل شيء فأنت الرحمن الرحيم الرؤوف اللهم أصل أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم كل إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم اللهم خذ بأيديهم اللهم قوي شوكتهم اللهم سدد رميهم اللهم وحد كلمتهم اللهم أعلى رايتهم اللهم داوي جرحاهم اللهم داوي جرحاهم يا رب العالمين وعافم وبتلاهم اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم عليك بالكفرة الذين يكذبون برسلك ولا يؤمنون بك اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شل أركانهم اللهم مزق صفوفهم يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية اللهم لا تحقك لهم غاية ولا ترفع لهم راية آمين آمين يا رب العالمين وصلي لهم وسلم وبركة على عمينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بالنسبة للتجويد فقد أعد له حلقات خاصة به إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يكون حلقة التفسير حلقة يعني الوقت قصير وسهلة ويسهل البحث عن مواضيع التجويد المختلفة إن شاء الله تبارك وتعالى هذا هو صلينا مباركة على عمينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر